السلامة لبنات مرحبا بكم في القناة شهيوة الحجارة رشيدة اليوم نشارك معكم واحد الحلوة اللي رائعة بجوج مضاقات عجينة واحدة وغنخرجوا منا جوج ناكهات اللي صارحة مميزة واقتصادية ديل دوازعتين الناس اللي تعجبوا من حلوة بالكوك او من السمام الداخل بناكهات اللي غنضيروا لها وحد الاضافات دائما تبعوا الفيديو تل الاخير بستفدوا منه حلوة شيشة رطبة صارحة ديدة تعجب الوليدات ونضيروها القوتي او دوازعتين علش الله مميزة الصارحة بالماضيق ديالها وبل المقادر اللي فيها ندوز ودبال العجينة اللي فيها مكونات بسيطة هنا هي 125 جرام ديال الزبدة وعندي كسع الساني ذا بالنسبة هنا المقادر رديرا لنصف المقادر اللي بتضوبلو المقادر ردت ضوبلو متتدعطيكم الكمي اكثر من الليل درت ونضيروا هذا القرصة ديال الملحق وشاصي ديالفاني وحدا بالنسبة لهذا المقادر تعطوني هادجوش طبيصلات يعني قسمتها عجينة وقسمتها ونكهتها بجونكهات مختلفين اول حاجة تنهبطو هذيك الزبدة يعني با السانيدة باش تدوب لنا خاصة ضرورة ولي عندنا بحاش كالبوماضة يعني ما تبقاش عندنا السانيدة حوبيبات والزبدة دينا قاسها باش ما تيجي بينا لنا في الحجينة دينا نحن عارفين هذي الفترة ديال لبرد يعني تجين الزبدة وخا تكون عرف حرارة المطبخ ستكون قاسها ولكن تنحاولو نهبطو فيها عربة ثانيدة وتنزيد كاس إلا ربع ديال الزيت يعني دائما تنهبرو بل كاس ديال العنبة يعني كاس نفس العبار تنهبرو باش تجيني الحلوة ديال نمتوازنة نضيف الزبدة بالأصابع والكف نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة دائما هاد الحلوى ديال دوازاتي انا را شاركت معاكم جوش اشكال وقلت نشارك معاكم اشكال ثالث اللي حطيت لكم انا تنحط لكم دائما الفيديو في الاخير ديال الاشكال كاملين اللي صار حاجة مميزين وديال دوازاتي واقتصاديين هنا يا صافيتا ندوب تنزيد ذاك البيض وحنا ندوب في ذاك الزبدة ديالنا وتنبقى نزيده لابن نزيده في الآضافة في الناربع ديال اللييمون انا قدرت الليمون الماندالين لينتيقون في هذه الفترة وقال女 sole 40 رائحة يعني دائما الامدالين دهدا في فتراء دياله تعايفون أ민اراتي خمارة ديال الحلوى من 700 من 700 م Kimowe يعني كافية في هذه الحلوتي ديالنا اتصم هلي taxation ودائما نزيده في العضافة هنزت نص كاس دي نشا يعني ميزينة نص كاس دي نشا تنخلطو بي هو الاخير وتنبقو نزيدو في الاضافات كل مرة تنزيدو اضافة نشا دي الميزينة او نشا وهنا غان بدون نزيدو في الدقيق الابيض بالنسبة للدقيق تبقى على حسب الخالط يعني خاصة العجينة ما تجيناش قاسحة باش ما تجيناش مشقر وفمس وقت ما تكونش خفيفة يعني تنبقو نجمعو فيها وتنبقو نعجنو بالكف ديال يدنا باش تتبقى لبقى كلينا شي حوبة يبادل الزبدة يدوبو لنا دائما تنزيدو دقيق في خطرة واحدة تنزيدو مراحل تنزيدو بشوية بشوية وحنا هي تنزيد الكوفة ديال عجينة باش تتجمع في نص وقت ولكن تتدوب لنا تزبدة وهنا هي الدقيق يعني على حسب الخالط أنا زلية تقريبا شي 700 قرام ديال الدقيق ولكن تمام الاحسن راح على حسب النوعية ديال الدقيق كين الدقيق اللي تيتشرب لنا السوائل وكين الدقيق اللي ما تيتشربش لنا علش متى بعد حلويات متى نعطيكمش العبار وخصا شي حلوة ديال ديال دوازاتي من اللي تكون شي حلوة كيك او شي حجرة نعطيكم العبار مضبوط يخت النوع ديال ديال دقيق تكل واحد او شي يتقدم وهنا تنزيد دائما دقيق وهنا تنجمع في العجينة ديالي وتنحاول نشارك معاكم المراحل كاملين في الفيديو عربة تستفدو خاصة المبتدئات او الناس اللي تيدخلون مطبخة اول مرة او بادين ونتمنى نكون خفيفة على قلبكم وتنشكر جعل الناس اللي تنضموا القناة ديالي قدام وجداد وتنشكر جعل الناس اللي تشوفوا الفيديوهات وتدروا لي لايك وتنشكر جعل الناس اللي تنضموا القناة ديالي وتن تبخلوش علينا باللايك وبالمشاركة الناس اللي تشوفوا الفيديو ديالي اول مرة باش تدعمونا وباش تكبرت القناة بيكم ان شاء الله هنا يا جمعة العجينة ديالي كيف تشوفوا القوام ديالها تجير طبا ومتندلكوها تنضموا بالاصابع ديالنا الدقيق صافي تجير طبا ولكن ما تجي قاسها ما تجي جارية صافي تنقسمها على قسمين يعني تكونوا متساوين قد قد في العبار تنضموا فادوك الاضافات والنكاهات باش كل هنا تنزيد واحد رأي نص محلقة ديال القشور ديال بورتوقل دائما درت البرتوقل ديال المانضالين وهنا غن دير نص علبة ديال ليفخوي هاد المقطعين بالالوان فيهم الصفر والحمر والخضر مقطعين سيتباعوكا يدرت هر نص علبة خاتح نعدنا المقادر قلنا يعني هر نص الكمية وقسمتها ولكن لكان عندكم درته وربعات البيضات ودرته زبدال لدى ميتين وخمسين جرام انا قتلكم سميت الموضي اللي تندير يعني تتزيدو يعني تديرو البواطة كاملة ديال اللي فخوية اللي تجيكم صافي معا زدنا ديال القشرة ديال الحامض محلقة ديال شوية معا فازقة رشيتو حد شوية ديال الطاقيق باش نجمع بيه العجينة يعني كي بحد المعلقة كبيرة كي بتتشوفو باش ما جينيش العجينة ديال عندي فازقة باش ما تبقاش تلتاصق بالليدين صافي دول قوام ديالها تجيصار حم نكه بالليمون وبالفواكه تندزو للعجينة التهنية العجينة التانية سهلة ما تنديروش في اضافات بزاف تنديرو في عير الفيرميسيل او الشوكولات الحبيبات تنديرو حد المعلقة كبيرة تندن قرس فيها محل قاية وتندن دخل عير بشوية تنحاول عين دخل متنورقش بزاف باش ما تتهرش لي وتقابينا لي في العجينة كصافي هاد او الزين ديال التانية ونبدو ده فان نخدمو الحلوة ديالنا اللي غن سخنو الفران يسخلينه من التحت كصافي وتناني نبين نخدمو فيها بالنسبة الفران يعني سخنت وشعلت علي عير من التحت ومن الفوق يعني اه من مية وثماني دراجة كصافي هاد تنشد اللاطة تر الشارب الدقيق انا بتنفرش ليها لها كارد زبدة لولو يعني على حسب ما يعني اللاطة عندي هاد نوع ما تطلصقش وتاني هاد او الزبدة هاد نوع ديال الحلوة انا ما تلصقش صافي تندير اه هديك الحلوة اللي هي فيها قشور بورتوقل هي لغن دير شكل غريبة وغد في الند في الكوكب الابيض وبالنسبة الاخرى غدا تكون الشكل الثاني شوفوا كيف سنخدمها لطريقة سهلة وسيطة صافي هنا تندير غريبة بالنسبة الناس اللي ما تعرفوش العبارة الغريبة او تجيغهم وحدة كبار من وحدة يستعينوا بالميزان يعني تعبرو وحدة وتبقى وتمشو عليها لقياس اللي بغاو هنقدرتم شوية كبار كيف تتشوفوا يعني مبغيش ندير غريبة صغيرة صافي كملت بالنسبة لهادوك المقال العجينة خرجت لي لاطا قد هكاية كعمرة وغندوزون نصيبو الشكل الثاني اللي فيه الشوكولات بالنسبة للشكل الثاني ستنديروه بحل شكل غريبة تردوه بحل اصاب تنحطها وتنشكلها كم حل كعب الغزال او هيلال صافي تنشكلها ديركت في اللاطا باش ما تعواش لنا لنا لعجينة عندنا قلنا مقاسها بزاف باش غادية تنهزوها او نبدو نحولو فيها صافي تنخدمهم بتايا كاملا نستفوها دحدة وحدة ودائما الحلوة وخافية خمارة وحدة نديروهم بعدين على بعضيتهم خطيز يزيدون تنتافخوا باش ما يلسقوا في لنا وتخسر لنا الشكل الحلوى دينا صافي درت اللاطا اللي ولتها الطيب ومن بعد غنضير هاد اللاطا شاعلت على ملف تنشف مزيان تاخذ واحد اللولي دهابي عندي الكوك هنايا وعندي الكونفيتير زيت فيه المظهر ودرتو يسخن على البوطة واحد شوية واحد اربعات المعلقات دي المظهر فقرعة دي الكونفيتير صغيرة يعني غتفن ليا هاد المقادر هاد الخالطة كاملة صافي تندير الكوك مهما ان الكوك عندي شوية ناقص يعني جتو اصدق شوية رقيق من الاحسن انتم اخذوا النوعية الجيدة يعني اللي تكونوا حبات ديولو كبار تيجي الصراحة في تفناد وتيجي باين نعاطي واحد الجمالي يكسر الحلوة صافي هناية ناقص هذه الحلوة في الكوك في تيكون بقي دافي او هي الحلوة بقي سخونة كيف شوانا حمرتها مزيان باش تتعطينا واحد القرماشة ورات تعود ترطاب يعني بايدك الكوك في تير لانه هو بقي دافي هذا هو الشكل نهائي ديال غريبة لديل غريبة اللي ترتاب الليفخوي او فيها الليمون قشرة بالنسبة للشكل ثاني غنشد واحد نص معلقة الشوكولات المر غنديرو حد نص معلقة ديال الشوكولات ديال اللي تنديرو في الحليب حلو وغدنفند اذاك الكوك الكوك كامل غنخلطو باذاك الشوكولات صافي يعني يتيت خلطي ولي عديه كوشكل ديالو اه اسود تنشد داك القرن او الهيلال او كعب الغزيل تنشدو تهو وتنفندو تنهز بالوحدة بالوحدة وتنفند فيهم تهو ميا وتعطونو حد شكل اللي هما لداخل فيهم اذاك شوكولات فيرمي سيل وفي نسبق هما مفندين في الكوك فيه شوكولات تجيز صراحة مميزة هاد الحلوة را تعجبكم اللينا بسيطة وسهلة وما دقت مختاع الفين وما دقت نكت هذا اللي مره رائع رائعه والشوكولات صراحة جاو هاد الماداق اللي مميز وحلوة بسيطة وضغيات تتوجد متشتش من الوقت كثير نتمنى تعجبكم وتبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم وتكون سهلة لكم مخفيفة على قلبكم هاد الوصفة وتنشكر قع الناس اللي تعجبوهم الوصفة ديالو تنضموا القناة ديالي هاد هي الغريبة كتتتجي منكة وتيجوا في هادوك طريفة ديال فخوي وبالنسبة لهذه الحلوة تيجي في هاداك الشوكولات من قطق وتجي شيش شاشيشة ورطباغ وخصا معدك الكوفيتين رتطرطا بكسر وهدو ما الاشكال اللي شاركت معاكم اللولين وبسلام عليكم